اشتركوا في القناة في برج العقرب وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يمكث فيها لغاية الساعة واحدة وخمسة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما انه موجود في برج العقرب معناته تأثيراته على جميع الابراج خلال هذا اليوم انه منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدة الاجواء وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا في هذه الايام اما عمل تأمين مثلا جديد قراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة الى الاحداث اللي بتصير من الزوايا والتأثيرات للكواكب البطيئة اول تأثير هو بداية تأثير كسوف الشمس السلبي اللي رح يستمر لغاية نهاية يوم سبعة اطناش طبعا اللي مع حضر حلقة الكسوف موجود هاي رابطها طلع بالاعلى بتقدروا تحذروها وتعرفوا تأثيراته على جميع الابراج وايش الاشياء اللي تتنبهوا لها اما بالنسبة للزاوية اللي بلشت اليوم تعطي تأثيراتها هي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين المشتري طبعا هاي زاوية تأثيراتها لغاية يوم اطناش اطناش ممكن يحقق البعض تقدم على حساب الآخرين يعني بمعنى آخر انت بتشتغل شغلة موظف عندك او صديقك بيعرف هذا الموضوع بروح بيحمل هو العمل تاعك بروح يقدم على انه هو قدم هذا الشغل او هو عمله فالمكافأة بتروح اله مش اليك او على هذا المنوال يعني بالنسبة لدوليا بتتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطرابات او الاضطرابات بسبب سوء التدبير او بسبب تخصيص الدولة الميزانية اكبر للشؤون العسكرية وهي فترة غير مناسب العقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا يعني تعترضها عراقيل وما بيتم التواصل لاتفاق في هاي الفترة ممكن يعلو شأن احد الدعاء او رجال الدين طبعا مش مناح او المعارضين وبيلقاء تأييد شعبي كبير طبعا بيطلع بضحك عليهم في النهاية الحدث اللي تقريبا رح التمس خلال اليومين الماضيات اللي هي تقلبات حد صارت في المناخ في بعض الدول وهذا الامر رح يستمر طبعا طيلة الفترة القادمة لغاية 12-12 اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وورانوس وهي ثالث مرة بتتشكل خلال هذا العام هاي الزاوية يعني تتشكلت انفصلت رجعت تتشكلت برضو انفصلت وهي رجعت لآخر مرة خلال هذا العام طبعا العام القادم برضو رح تتشكل كمان مرة نفس الزاوية هاي الزاوية تأثيراتها لغاية منتصف شهر واحد من 2022 طبعا هاي الزاوية تأثيرتها انه منصبح من دفعين في تصرفاتنا متمردين على كل القيم والعادات بيدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في الحكومة احتمال وقوح حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث لها علاقة بالسكك الحديد او السك الحديد وبالدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع السلطة بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث اللي بين المريخ وبين نبتون اللي حكينا عنها قبل ايام له يوم 29-11 انها هي تشكلت ذروتها طبعا هي مستمرة لغاية 2-2 يعني لليوم وبتنتهي وهاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد قوة الحدث اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التسديس ايجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي مستمرة لغاية يوم 4-12 بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس ايجابية بين الشمس وبين زحل وهاي برضو ليوم 4-12 تأثيراتها بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وبرضو تعطينا قدرة على تحمل المسئولية اما بالنسبة لزاوية الاقتران الايجابية بين الشمس وبين عطارد واللي حكينا ان هاي تأثيراتها انها بتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية كان صعب علينا او تعذر علينا فهمها بالسابق وبيزداد التوجه لاجراء اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية التسديس الايجابية المنفصلة اللي ما بين الزهرة وبين المريخ وهاي رح تستمر زي ما حكينا ليوم 19-12 بسود جوعا من الود فبسهل علينا التفاهم مع الاخرين وتعزيز العلاقات العاطفية الناجحة بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم اول زاوية هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهي رح تتشكل الساعة 2.43 دقيقة صباحا طبعا هذولا الزوايا كلها تأثيراتها طول اليوم طبعا 2.43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب عرقيل بتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوذ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين اورانوس وهي رح تكون الساعة 7 ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لا استعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بطريقة سلبية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث ايجابية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة 8 و57 دقيقة مساء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تسديث ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة 10 و51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتأجج العطي في اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم طبعا القمر لما بيكون موجود بالعقرب في اعضاء في جسمنا هي بتكون اكثر حساسية اللي بتطلب منها ان نوفر لها عناية اضافية وما بيجوز عمل عمليات لالها بخلال هذا اليوم الاعضاء التناسلية المستقيم الشرج الاحليل الغدد التناسلية المبايض لبروستاتا عظم العانى والجينات هاي كلها اللي هي اكثر حساسية ما مننصح لاي عمليات جراحية لهاي الاعضاء ولكن يوصى باجراء عمليات جراحية للاعضاء الاخرى رغم انه اليوم انا بقول انه معني بلش تأثيرات الكسوف فما بنصح الا اذا كانت العمليات ضرورية جدا ولا يمكن تأجيلها طبعا خلال فترة الكسوف الممتدة من اليوم لغاية نهاية يوم سبعة اطناعش هذا يوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة مناسب لعزالة الشعر الزائد تصلح لقص الشعر التجميلي مثل الصبغ او القص الشعر ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا ما فيه اي مشكلة مع اخذ بعين الاعتبار اسبرين لمدة ثلاث ايام بيبي اسبرين لو مميع الدم وبرضو بنادول او براستيمول حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاث ايام بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج العقرب قلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة ثلاث اتناعش بيبدأ في تمام الساعة خمس واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جيرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة اتناعش واثن عشر دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر لبرج القوس بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال سبع وعشرين يوم في تمام الساعة وحد واثنين وخمسين دقيقة فجرا يصبح ثمانية وعشرين يوم نسبة الاضاءة عشر في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش سعيدة بنسبة سبعين في المية القمر في العقرب حتى يوم ثلاث اتناعش منتحس بنسبة أربعين في المية عطارد في القوس حتى يوم ثلاث عشر اتناعش الآن هو سعيد بنسبة ثلاثين في المية ولكن ساعة الظهر بصير صفر بالمية يعني لا سعيد ولا منتحس الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيدة بنسبة 45% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% طبعا نبتون اليوم أنهى عملية التراجع ورجع للحركة الأمامية بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% يعني ما ظل من الكواكب اللي بتتراجع إلا أورانوس هو الوحيد اللي بيتراجع وتراجعه ليوم 18-1 بيبدأ بنتهي وبرجع للحركة الأمامية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر صار موجود في البيت الثامن يعني تحرك من مقابلتكم ولكن ما زال في آثار للمقابلة البيت الثامن ممتاز بيعطي فرصة لمكاسب مالية أو تعويضات أو استرداد أموال لإلكم أو حقوق لإلكم أو أموال بتطالبوا فيها وبتحاولوا تستردوها هاي الأموال أي أموال مصدرها شراكة أو تعويض هي فيها مكاسب مالية ولكن بتكن تنتبهوا أن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا أن تعلجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكونوا حريصين على تلطيف الأجواء حاولوا أن تستشيروا وتتأكدوا من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع يعني بمعنى بتراجعوا كل البنود وتدققوا فيها بشكل جيد برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم القمر مقابلكم تماما فعشان هيك بيدعمكم على مستوى الشراكة ولكن اليوم بما أن القمر منتحس بالطاقة بتكون زيادة فيها ضعف وبرضو في نفس اللحظة قابلية للمشاكل أو اختلاق المشاكل أو المشاحنات بتكون عالية أكثر فعشان هيك بتحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم وحاولوا أنكم ما تعرضوا لقاءاتكم للفشل ممكن تتسبب لك هاي الفترة بنوع من أنواع الحزن أو تشعر بالظلم والقهر أهم شيء أنك ما تيأس وتكون صبور وتحاول تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعلات حاول أنك أنت تعمل حلقة تقارب ما بينك وبين الشريك في هذا اليوم بيكون أفضل برج الجوزة أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم وحاولوا أنكم تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة طبعا القمر صار بالبيت السادس اللي العلاقة بالعمل والعلاقة بالصحة فاليوم ما بجوز أي نقاش أو حوار أو استبزاز لا زملائكم بالعمل حاول برضو ما تسمح لأحد بأنه يشكك بقدراتك ولكن بدك تناقش وتستفسر عن التفاصيل بهدوء استشير الخبراء اللي يعني بيعرفوا أكثر منك في بعض المسائل لا تتشبث برأيك واستمع لآراء الآخرين بهدوء وروية وحاول أنك ما تتسرع بقراراتك ممكن اليوم تنشغل بملف أو بمعاملة الأجواء جيدة ودعمة برج السرطان بتجتازوا اليوم يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح طبعا الغمر موجود في البيت الخامس يعني داعم لإلكم بقوة فعشان هيك الأمور بتدعمكم عاطفيا مع أبنائكم ممارسة هواية معينة إشي العلاقة بالتجميل الأجواء جيدة ولكن شوي يعني ممكن عصبيتكم تكون حادة أو تحاولوا فرض سلطتكم على أحبائكم بدكوا تنتبهوا من النقطين هدول أهم شيء أنه ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجحوا اليوم في مفاوضات وتحقق أعمالك تقدم واضح حاول أنك تخصص وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة وبتقدر تتابع كل المسائل للتواصل مع المحيط برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في البيت يعني اهتمام على مستوى العائلة على مستوى أحد أفراد العائلة يعطوا المنزل مشتريات تصليحات الاهتمامات كلها إلها علاقة بالبيت وعلاقات اجتماعية فعشان هيك بتنهمكوا بإدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب من أفراد العائلة أو مديد العون إلهم ممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة الفترة شوي متوترة ممكن تنفهم غلط فيها تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم إشي برضو أنك ما تهمل صحتك أو صحة أحد المقربين لا إلك برج العذرة بتنشطوا في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات اليوم عندكم نشاط عالي جدا وقدرة على الإقناع عالي جدا ولكن ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للتسرع اليوم وحاولوا أنكم ما توجهوا أي انتقاد لأي أحد عشان ما تنفهموا غلط هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة أو لتعزيز العلاقة مع أخ أو مع جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضح أفكارك بشكل مرن منكم أشخاص ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار أو يبدأ بدورة جديدة لتعلم شيء جديد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم ولكن اليوم في فرص بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات أو على شكل هبة أو نوع من أنواع الدعم هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم شيء أنك تتفائل بالخير وانطلق اسعى للوفاق والحل الوسط حاول أنك تلطف الأجواء وحسن علاقاتك الفترة هاي بتحمل إنشغالات على الصعيد المالي بشكل جيد ممكن تهتم بفواتير بدفعات بمشتريات حاول أنك ما تبذر أموالك وإحذر من المحتالين والنصابين بالفترة هاي لأنهم كثر حواليك برج العقرب طبعا اليوم القمر صار مستقر بوزع إضاءته تقريبا على كل البرج فعشان هيك موليد برج العقرب اليوم رح يشعروا بنشاط أكثر رح يكون في عندهم حيوية أكثر بينجذب لهم أفراد من الجنس الآخر بيحاولوا يتقربوا لإلهم أو يصلحوا أخطاء غلطوا فيها بالفترة الماضية أهم شيء تبادروا لخطوة جديدة من شأن هنهت داعي من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة ولكن بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك واليوم رح تستعيد كامل حيويتك وتتلقى جوابه بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة بتنطلق بمهمة طال انتظارها فيه إش جديد رح يدخل حياتك خلال هذا اليوم أو تبدأ فيه خلال هذا اليوم يعني يعتبر هذا يوم من الأيام الممتازة لإلك برج القوس بتجتازه بصورة عامة يوم غير مريح لا صحيا ولا نفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إلا إنه وجود القمر تلقائيا ومنتحس وفي بيت المتاعب فهو بيضغط عليك بشكل كبير صحيح إنه الشمس بتخفف من وطقة هذا الأمر عطارد بخفف شوي ولكن عطارد برضو اليوم رح يفقد من طاقته هذا الشيء بيقولكوا ديروا بالكم حاولوا إنكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وحاولوا تخلدوا للراحة حاذروا من بعض المحتلين حاذروا من خيبات الأمل الحدوث بتكون قليلة في يوم مثل هذا أهم إش إنك ما تجازف ممكن ينتظرك نوع من أنواع التأخير فوضى من المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة ضبط العصاب مطلوب قدر الإمكان برج الجديد بتنشطوا اجتماعيا اليوم كثير وبتلتقلوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم ممكن زيارة يتوجهلكوا دعوة حفلة بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق برضو اليوم أهم شيء إنك حاول إنك ما تعمل وحيد يعني بمعنى آخر بدك تشارك وتساعد وتتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب هاي فترة فيها لمة لازم يكون في مجموعة أو عمل جماعي هو اللي بتحقق من خلاله كثير من الأمور رح تفرح اليوم بوجود أحد الأصحاب أو ممكن إنك ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر الأهم من هذا كله اليوم كل أشياءك الضرورية أو الأعمال الضرورية المهمة بالنسبة لإلك حاول تنجزها يبل إنه يوم الجمعة لأنه القمر رح يوصل للقوس يعني بيت متاعبك فبعركس عليك بعض الأمور برج الدلو يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو الأشخاص اللي بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا اليوم بينجحوا بإثبات جدارتهم ونيل رضا المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم إشي إنه اليوم بدك تتذكر إنه القمر موجود في بيت السمعة يعني اليوم حاول إنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال وبدك تكون هادئ القمر في هذا البيت بيشكل نوع من أنواع التحدي في لحظة معينة ممكن تكون غاضب أو تكون عدائي بدك تحاضر الخلافات على أنواعها عشان هيك إذا التزمت بالتنبيهات ودومت وخليت علاقاتك جيدة في العمل ممكن اليوم تكرم أو تحصل على فرصة مهمة جدا برج الحوت طبعا اليوم القمر موجود في البيت التاسع مستقر تماما فعشان هيك اليوم رح يكون فيه نشاط على مستوى الاتصالات مع أشخاص إما خارج البلاد أو أشخاص أجانب فيه أشخاص ممكن يهتموا بمواضيع لها سفر أو بمراسلات اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير برضو ممتاز جدا اللي عندهم قضايا قضائية برضو الأجواء ممتازة اليوم ممكن يصلكم خبر صار من بعيد وتشعروا بقوة العاطفة مع الأحباء يوم مناسب لإجراء مقابله ممكن اليوم تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج وتسوي مهمة ممكن تهتم اليوم بهواية جديدة بتكون الأجواء حيوية وبتكون اليوم أنت متحمس لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط يعني بمعنى آخر طاقتك عالي جدا اليوم ممكن أنك تستفيد من كثير أمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر